على امتداد البحر الأحمر شرقي السودان وعلى مسافة ثلاثة أميال من ساحله تبرز قصة السفينة الإيطالية الغارقة أمريا كواحدة من أسرار البحر وقصصه المشوقة والتي لا تختلف كثيرا عن أساطيره التي خبأتها الشعب المرجانية لتصبح أثرنا بحريا مهمة وعلى بعد 20 متر تحت سطح البحر ظلت السفينة أمريا لتحقيق قصتها للناس والتاريخ ومنذ أن غادرت هذه السفينة إيطاليا في العام 1940 لم تعد وإنما دعت الناس لزيارتها تختلف الروايات حولها لكن الثابت أن هذه السفينة الإيطالية كانت في طريقها إلى دولة إيرتريا أيام الحرب العالمية الثانية محملة بالسلاح والعتاد والذي حاول الإنجليز وأيامها منعها من الوصول إلى وجهتها غير أن الإيطاليين عمدوا إلى إغراقها لتصبح أثرنا بعد عينه يزوره السياح من أنحاء العالم المختلفة اتجهت في مايو إلى البحر الأحمر هنا عشان تصل لإيرتريا وتقريباً ضلت طريقة ناس يقولوا ضلت طريقة وناس يقولوا الإنجليز مساكوها في السواحل السودانية طبعاً السودان كان مستعمر إنجليزية وبعد ذاك اتحايلوا الإيطاليين طبعاً بمكرم معروفين بالمكر بتاعهم في أوروبا حاولوا يغرقوا السفينة في الميناء وقاموا طلعوا برا وقاموا فتحوا حاجة يسمى البلجس البلجس دا اللي هي البلوفة بتاعت إيه البحر والكبتن غرق السفينة بزخائرة غرقت بكل البضاعة بتاعتها والإنجليز ما استفادوا منها أي حاجة الشمس ترسل أشعتها لسفنة الغارغة كل صباح ما يكشف مدى قربها من سطح البحر المالح الذي يتيح رؤيتها بالعين المجردة فهي الآن أصبحت مسكناً لكائنات البحر المتنوعة ومزاراً لنحو ثلاثة آلاف سائح يأتون كل عام من وجهات مختلفة للوقوف على قصة هذه السفينة فهي باتت تمثل المزارة الأولى لكل السياح لقربها من الشاطئ السفينة الإيطالية هي تقريباً مشاركة في الحرب العالمية الثانية فهذا أول غطس هنا السائح لما نيجي السودان بيخطس في البابوردين يعني فيها أسماك زينا فيها حوالينا في الشعب المرياني وتعتبر السفينة الإيطالية أمريا من أهم الأثار البحرية في المياه السودانية فهي غارقتنا في مساحة لا تكثر فيها التيارات البحرية ما كان سبباً وراء محافظتها على هيئتها يبلغ طولها نحو 150 متر وتكثر حولها أنواعنا فريدة من كائنات وأسماك البحر والتي على ما يبدو تحتفي بهذا كنز الذي يجعلها على صلة ما بمن هو خارج حياة البحر السفينة الحربية الإيطالية كانت في بادي الأمر تحمل رسالة حرب لكنها بعد أن قبعة في قاع البحر الأحمر باتت مزاراً سياحياً يحمل رسالة تواصلنا بين الشعوب